لكن بعيداً عن المباراة بتاعة الدوري فالكابتن حسام غالي انضم لقائمة الكابتن محمود الخطيف في الانتخابات وبالتالي خرج من شركة الكرة في النادي الأهلي علشان ماينفعش يجمع ما بين المنصبين سواء كعضو مجلس إدارة وكمسؤول في الشركة أو عضو مجلس إدارة في الشركة إذا نجح في الانتخابات ماينفعش يكون موجود هنا فإذا نجح في الانتخابات بيتم الآن تجهيز البديلين أو بديلين واحد منهم يكون في عضوية مجلس إدارة شركة الكرة وهو نجم الأهلي السابق الكابتن محمد بركات ونجم الأهلي السابق الكابتن محمد فضل وعضو اللجنة الخماسية اللي كانت بتدير اتحاد الكرة سابقاً ده من ضمن الأسماء المقترحة دلوقتي الكابتن محمد فضل والكابتن محمد بركات طبعاً مدير المنتخب الوطني السابق والاتنين من الأسماء الكبيرة يعني على مستوى الكرة المصرية وليد سليمان كان تعرض لإصابة في مباراة الأهلي الأخيرة قدام الحرس الوطني وإحنا بنسأل على التفاصيل وحالته عاملة إيه دلوقتي فلاقينا إنه حصل على تحذيرات بسبب إنه تعرض لإجهاد حتى بعد الخروج من المستشفى الإجهاد ده اتقلوا بقى لا أستنى خليك في الجيم شوية وبلاش مشاركة على أهل للمدة 48 ساعة إنك نتطمن عليك ونتطمن على حالتك وبعدها إمكانية المشاركة في المباراة ده علشان يشوفوا إنه يتعرض لإجهاد ولا لأ فيعني حالته مستقرة الحمد لله لكن كمزيد من الاتمنان على حالته الصحية بيتم منحه الوقت لأنه التدريبات بيكون فيها برضو خبط يعني وتداخلات والتحامات فأغلب الظن إنه وليس سليمان لن يكون متاحا في مواجهة الإسماعيلي التشيرت جاهز ده التشيرت اللي هتشوفوه في مباراة الأهلي المقبلة قدام الإسماعيلي أعلن عنه النهاردة الأهلي عبر موقعه الرسمي بصورة جمعة عدد من اللاعبين زي محمد هاني وأيمن أشرف وأليو ديانج ترجمة نانسي قنقر